السلام عليكم يا رب تكونوا بألف خير النهاردة هنعمل مع بعض فطاير تركية للشاي بطريقة اقتصادية جدا وبدون ما تشرب زيت معاكي وبدون فرن طريقة سهلة حلوة قوي ممكن تزينيها بأي طريقة كده للولاد وكمان ممكن تسيبيها سادة كده لشرب الشاي بيكون طعمها تحفة جدا شايفين جمالها؟ فطاير الوردة هنعملها مع بعض بطريقة سهلة ولذيذة وزي ما قلتلكوا اقتصادية جدا لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو ويلا بينا على بركة الله نشوف الطريقة والمقادير بتاعتنا بكبيتين مية بس بكبيتين دقيق بس وشوية مية هنعمل احلى فطاير معايا هنا كبيتين دقيق متعدد لاستخدامات ومنخول ومعايا معلقة صغيرة من الخميرة معلقتين كبار من الزيت اينا يوعية زيت اهم حاجة تكون ريحته حلوة ومعايا معلقة كبيرة من السكر العادي اما هنا معايا نص معلقة من البيكنج بودر وربع معلقة من الفانيليا وربع معلقة صغيرة من الملح يعني بودر وفانيليا وملح تمام كده ومعايا مية دافرية للعجن ولازم تكون المية دافية لان احنا طبعا عدنا في الشتاء فلازم ندف المية علشان الخميرة بتاعتي تشتغل اسرع شوية اول خطوة هنا ان انا هاخد السكر على الخميرة وهضيف عليهم ربع كباية من المية الدافية وهدوبهم مع بعض كويس جدا تمام كده الخصوة دي مهمة علشان نتأكد ان الخميرة شغالة لتفعيل الخميرة بتاعتنا طبعا انا مقدرش اقول لكم على كمية المية اللي هنستخدمها كمية المية دي على حسب نوع الدقيق لامتصاص السويل تمام كده يعني ممكن استخدم نص كباية مية لكبايتين دقيق وممكن استخدم مثلا يعني نص كباية عليهم معلقتين كده يعني وانت بتضيف المية دي فيها بحذر شديد علشان ما تطلعش منك العجين نطرية وتحتاج دقيق كتير تاني خطوة هنا هاخد المكونات الجفة قلبها مع بعضها اللي هو نصت معلقة من البيكنج بودر وزرة من الخميرة وكمان شوية من الفانيليا هضفهم على الدقيق وقلبهم مع بعض كويس جدا وهاخد معلقتين الزيت وقلبهم ويا الدقيق كده كويس وغلفهم كويس جدا بالشكل ده اذا عندك عجان فعجيني في العجان انا هنا هعجن بايدي مش هتاخد مني وقت خالص ولا مجهود طبعا كبايتين دقيق حاجة بسيطة جدا ان انا عجنهم تمام كده انا قلبت الزيت ويا المكونات الجفة دلوقتي هاخد الخميرة ربع كبايت خميرة اللي انا دوبتها في قوية السكر والمية وهحطهم على العجين وهبدأ عجن بالرحة هضيف المية بقى عندي حبة بحبة تمام يعني معلقتين كده صغيرين بمعلقتين صغيرين علشان العجينة بتاعتي ما تجيش لينة قوي انا مش عايزها عجينة تكون لينة جدا وبتلزق ولا تكون نشفة قوي ومشأة انا عايزها قوامها متوسط ملساء ونعمة خالص كده تمام يعني نضيف المية بحذر تمام كده عجنتها كويس جدا مع بعضها ولميت العجينة شايفين العجينة بتاعتي ملساء خالص ازاي وطرية ومش بتلزق قوي تمام جدا زي ما قلتلكم مش عايزها عجينة تكون طرية قوي ولا تكون نشفة مشاقة سيكون قوامها متوسط طبعا هنغطيها وهنسبها من نص ساعة لساعة لربع على حسب تدفية المكان هنسبها ترتفع تشايفين شكلها شايفين العجينة قوامها تحفة جدا ملساء ونعمة اوي انا بس دلوقتي هبللي ايدي رشة بسيطة جدا كده يعني يدوب على قد ايدي علشان عرف امسك العجينة مسحة بسيطة كده من الدقيق وهبدأ احطها على الرخامة بتاعتي واشتغالها على طول ابدأ اخد قطعة صغيرة بقطعة صغيرة كده على قد حجم اللمونة وافردها على شكل البقسمات كده نفس سمك البقسمات يا جماعة تمام يعني اذا حست ان هي صغيرة مش هتدي معايا اللفة اللي انا محتاجاها هزودها شوي تمام شايفين طولها شايفين كمان سمكها اذا حبا ان انت تقسمي العجينة دي على ثلاث قطع زي ما تحبي هي هتعمل معايا بتاع 12 قطع دلوقتي اذا انت حباها تخليها ثلاثة او اربعة ويكون حجمها اكبر زي الفطيرة كده زي ما تحبي خالص شايفين الطريقة اللي انا اشتغلت بيها هعمل معاك واحدة كمان علشان نتأكد من الشغل شايفين شكل الوردة بقت لذيذة قوي هم خاطوة ان انا لازم نقفل الطرفين مع بعض كده بعد ما شكلتها كده هجيب ورق زبدة احطها على ورق زبدة قطع من الورق الزبدة كده او قطعا كبيرا ونرس عليها تمام او لو مش متوفر عندك ورق زبدة بنحطها على مشمع تمام باخد كتعة في حجم اللمونة الكبيرة كده شوية ويبقى لفها رول كده بقداية بالمنظر اللي احنا شايفينه مع بعض ده وبجيبها شكل فيونكا كده وبعدين باخد الطرف الاولاني بدخله من فوق كده وطلعه من تحت تمام وباخد الطرف التاني بدخله من تحت وبطلعه من فوق وبقفل الشكل كده مع بعضه اهم حاجة اقفل الطرفين دول كويس جدا علشان ما تفكش مني وانا بحمرها في الزيت وبسويها الفطاير بتاعتي هنسويها في الزيت مش هتاخد مني نسبة زيت كتير خالص خالص مش هتتشرب زيت بس هتطلع هاشة وخفيفة جدا يعني مش هنسويها في الفرن تمام كده انا بعمل معاكم كمان واحدة علشان تشوفوا الطريقة تاخدوا بالكم منها كويس انا خدت قطعة العجينة بحجم اللمونة كبيرة شوية وعملتها رول بشكل البقسمات كده وباخدوا الطرفين بعملهم على كإني هعمل في يونكا وبدخل اول طرف من فوق اطلعه تحت والطرف التاني من تحت بطلعه الفوق وبقفل الطرفين مع بعض بيديني شكل الوردة ده لذيذ جدا وبسيطة قوي هبدأ ان انا حطها على ورق الزبدة بالشكل ده كده هخلص كل الكمية معاكم تمام خلصت كل الكمية ورستها على صنية مخطوط عليها ورق زبدة شايفين شكل الفطاير بتاعتي فطاير اقتصادية وكمان طريقتها سهلة وشكلها مختلف وشكلها حلوة قوي قوي كده يجذب نظر الولاد كده يخليهم يكلوا المعجنات يحبوها شايفين شكلها تقدميها كده على شاي على الفطار تحفة جدا حاجة كده تشرفك بجد هنسيبها تختمر للمرة التانية بعد عشر دقايق ربع ساعة تلت ساعة على حسب ما تختمر وترتفع معاك اكيد طبعا لازم بنغطيها علشان وشها ما ينشبش وكمان علشان بيساعد في سرعة الاختمار تمام كده دلوقتي بجيب اللاية معايا على النار بحط فيها كمية زيت مناسبة لازم بقى ناخد بالنا من الخطوة اللي هنا لانها مهمة جدا الزيت ما يكونش حامي قوي علشان اول ما نزل الفطار هتاخد معايا لون بدون ما تستوي من جوه فده طبعا خطوة ما ينفعش خالص ان احنا نعملها انا لازم ان يكون الزيت بتاعي درجة حرارته اقل من المتوسط بحاجة بسيطة شايفين هنا اول ما نزلت الفطار بتاعتي خدت وقت على ما طلعت كده ايه بقبيك صغيرة كده اللي هو صوت الالية ده ومنظر الالية ده تمام بحط كل الكمية وبقلي على نار متوسطة معليش النار خالص لازم ان الفطار تاخد وقتها في التحمير واكيد طبعا مش وقت كبير جدا ولا حاجة يعني النار تكون وسط ودرجة حرارة الزيت تكون متوسطة تمام كده برس الفطار بتاعتي طبعا ما بسحمش اول الالية بخلي فيه مسافة علشان اقدر احرك الفطار بالراحة وكمان اقدر اقلبها لما تاخد لون من تحت اكيد طبعا هيبان على الجوانب بتاعتها ولما تاخد اللون المزبوط الوردي الجميل ده طبعا فطاير الوردة وهنديها كمان لون وردي هيكون شكلها تحفة جدا هحمر كل الكمية في الزيت وبعدين في التزيين ده دي حاجة براحتك ممكن تزينيها من فوق كده بسوس شوكولات حطيه في امع بتاع الكريم شونتي ويتديله سوق ببسيط خالص كده وتديله شكل من على الوش رايح جاي كده هيكون معاك حلوة او سوس شوكولات احمر او تجيبي شوكولاتة بيضة وتسيحيها مع نص كوباية من اللبن دافي تمام وممكن كمان اذا عندك نوتيلا تعمليها بالشكل اللي انا قلتلك عليه ده وكمان ممكن تعملي زي كده ونطلع العجينة من الزيت نحطها في سكر سكر عادي سكر حبيبات عادي جدا بس تكون حبيباته نعمة زي في نفس نوعية السكر ده تكون حبيباته نعمة قوي كده تمام انا هعمل هنا نوعين نوع بسكر كده للولاد يحلوا بيه والشوية التانين هسيبهم كده جنب الشاي صراحة كان طعمهم في المنتهى الجمال اول ما بتطلع الفطاير كده من الزيت بنوديها عا السكر بنزينها ونحطها في الطبق بتاع التأديم النص التاني ده انا هحمره وهطلعه من غير مزينه خالص زي ما قلتلكه هنسيبه كده جنب الشاي طحفة جدا طعمه صراحة حلوة قوي وكمان راحة الفانيليا فيه مخلية طعم والشكل خرافة جدا مديني هنا نفس طعم البقلاوة جميل جدا جدا حاجة حلوة كده ولذيذة وطبعا التازين برحتك خالص وانا قلتلكه على طرق كتير زي سوس الشوكولاتة او الشوكولاتة البيضة او النوتلا تقدر تزيني برحتك او بالسكر زي كده وممكن تضيفي عالسكر ارف شايفين جمال الفطاير الوردة فطاير تركية اقتصادية حلوة قوي بدون ما تشرب زيت وبدون فرن وكمان بطريقة سهلة وبالهنة اشوفكم الفيديو الجاي على خير باي باي